دار الآثار الإسلامية دار الآثار الإسلامية تجاوزت في مكانتها العريقة الحدود العربية والإسلامية وأصبحت منارة ثقافية عالمية و ما يمر أسبوع ولا يوم حطوا علم جديد فأكيد في ضيف كريم قادم علينا و هي طبعا معلم سياحي كويتي نفتخر فيه وأي سائح كريم نقول لي بتفضل إلى دار الآثار الإسلامية ما أحب أطول عليكم لأن أنا أحبيت الموضوع هذا أكثر لكن معنا الأستاذ أسامة البلهان مدير إدارة البرامج الإعلامية والعلاقات العامة حياك الله يا أهلا و مرحبا فيك الله يسلمك أنا دائما أمر عليك لكن اليوم عساس أن الأعداد فدي الشيء تكثر و قاعدت أقرأ أكثر و طالع فتشجعت قلت باتشير بأمركم الله يسلم إذا تكلمني عن فعالياتكم طبعا فعالياتنا عديدة و صار لنا تقريبا 22 سنة ننظم ننظم هذه الفعاليات طبعا الفعاليات هذه كلها خذينا جميع الفئات المجتمع سواء كان أطفال أو شباب أو أفراد المجتمع المدني كافة فمن خلال حرصنا على هذه الفئات خصصنا برنامج يهتم في جميع المواهب سواء نقدم محاضرات نعم نقدم موسيقى تراثية أو نقدم مسرحيات أو أفلام وثائقية نعم وعندنا العديد من هذه البرامج وخاصة برامج الأطفال التي تساعدهم على المحافظة على البيئة والزراعة وكثير من هذه البرامج نحن حتى الناس ودنا نوريهم لأنه اللي يشوفه براء على باله هو متحف عادي وما هو متحف عادي في فعاليات كثيرة نشوف ما بقى نعم هذه كانت دار الآثار الإسلامية وعرضنا لكم المقتنيات ومقتنيات فريدة والحين أخو يسامة بي يكلمني أكثر عن هذه المقتنيات طبعا أول شيء من بداية القصة دار الآثار الإسلامية هو عبارة عن مجموعة خاصة اندمجت مع القطاع الحكومي وأخذت السبقة دار الآثار الإسلامي والحقات في المجلس الوطني للثقافة والفنو والأداب وهي إحدى قطاعات المجلس الوطني دار الآثار طبعا خلينا نتكلم عن من ناحية ثقافية لرؤية دولة الكويت من خلال أبداعات الفن الإسلامي وكان في بداية الرؤية أنها تخلق بيت صغير مهتم بالفنون الإسلامية في مختلف العصور فكان في ذاك الوقت ثلاث مجموعات خاصة فكانت هذه المجموعة مجموعة طارق رجب ومجموعة جاسم الحميضي ومجموعة الصباح الأثرية فالدولة ارتأت أن يقوم مجموعة من الخبراء اليونسكو تابعين لمنظمة اليونسكو بتقييم هذه المجموعات الخاصة وهذه المجموعات والأفضلية تحاول الدولة اقتناء هذه المجموعة طبعا أخذ استمر هذا المشروع بحدود سبعة شهور ثمان شهور يقيمون هذه المجموعات الخاصة وبعد ذلك اختيرت مجموعة الصباح الأثرية هي أول شيء كان تمتلك ثلاثين ألف قطعة أثرية الشيء الثاني اللي يميزها الشمولية في القطع تحتوي على أسلحات تحتوي خناجر متنوعة وأكثر شمولية وخاصة احنا شغل الآثار دائما نحتاج للتعجز الزماني والمكاني أنك انت تعرض القطعة من البداية وحتى النهاية ما تكون فيها حلقات مفقودة وهذه مجموعة الصباح هذه اللي كان يميزها فكانت مجموعة جميلة وحتى الخبراء اذكروا في تقريرهم أن هذه المجموعة عبارة عن كنز ما شفنا مثيلة يعني نعم فبناء عليه ارتأت القيادة السياسية أنها تقتني هذه المجموعة الخاصة وفضل مالك المجموعة معالي وزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في إعطاء هذه المجموعة إلى الدولة بدون مقابل بخلال أنه يكون مشترك معنا في القرار يعني أنه يكون إحنا وياه واحد قبل لا نسوي الشيء نستشيره في بداية الأمر والله يحفظه متخصص في الأمور هذا الشيخ ناصر صباح الأحمد والحمد لله من خلال هذه المجموعة ورؤيته الثاقبة في الفن الإسلامي وإبداعاته وهذه كانت لها قصة جميلة معالي الشيخ ناصر هي من خلال صاحب السمو أمير البلاد لفاد إلى القدس لاستكمال دراسته فوجد المدينة العتيقة القدس وأخذه الفن الإسلامي وأخذه يبدأ يشوف يطالع وهذه الأشياء الأثرية فتكونت هذه المجموعة نمتوية نعم فبداية السبعينات كانت معروضة قطعة قارورة وهذه القارورة معروضة في مزاد في لندن فشافها فبدأت قصة تكوين مجموعة الصباح الأثرية من هذه القطعة وبعد ذلك يعني توارث الاقتناءات وكذا طبعا صار عندنا كنزة الحين في دار الآثار الإسلامية طبعا وفي أخي سامة في ناس مثلين عني من الوفودة الزائرة أن يكون يود أن يشوف قطعة معينة سمع عنها قرأ عنها خصوصا كتيباتكم نعم طبعا نحن عندنا كل هذه القطعة طبعا نحن عندنا المجموعة الصباحة اللي يميزها الندرة أن القطعة هذه غير موجودة في أي بلد ثاني وأنها نادرة وثاني شي عندنا ثاني أقدم سجادة موجودة عندنا في دار الآثار الإسلامية في العالم في العالم طبعا الأولى في متحف الهرميتاج والثانية في دار الآثار الإسلامية طبعا مجموعة الصباح شمولية وكثيرة وهذه ارتعت أنها تكون في مجمع المتحف الكويت الوطني في بداية الثمانينات وصبح مكان لها موجود فالمجموعة هذه إلى أن استمر في بداية التسعينات للغزو العراقي ودمرت هذه المباني والآثار وسرقت مجموعة منها فقدنا الكثير يعني نعم طبعا في باب مغربي تم حرقه بالكامل ففي مجموعة تقريبا 58 قطعة لغاية الآن لم تعود مفقودة طبعا وهذه من أغلى أحجار وأندرها في العالم موجودة وطبعا المجموعة هذه طبعا في حادثة جميلة جدا جدا في فترة التسعين وهذا طبعا قبل الغزو في مدة بسيطة كان في معرض لدار الآثار الإسلامية في متحف الهيرميتاج هيرميتاج وين صاير في روسيا روسيا نعم فهذا المتحف فرحنا كنا نمسو رحنا بالمناسبة ربنا نحط لك صورة وهنا بعد كلمنا نعم هذه هذه الياقوتة هذه تمتلك مجموعة الصباح ستة من هذه الياقوتات وكلها فيها أسماء الصلاطين المغول فكل واحد فلو تشوف تلاحظها في الختم ايه أختامهم نعم ختم ايه فكلها تحتوي حق ستة أسماء نعم 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 طبعا هذه لها حادثة جميلة شنو هذه الله يسلمك طبعا في الياقوتة هذه في وحدة في التاج الملكي لملكة بريطانيا الحين ايه طبعا موجودة طبعا هم كانوا يعتقدون أن هم عندهم الأقدم ايه فمن خلال بحث أقامه الشيخ ناصر نعم استمر هذا البحث مدة طويلة و سوينا معرض في المتحف البريطاني وأكدنا أن الكويت هي اللي تمتلك أقدم يقوتها موجودة يكل هذا عندنا و و طبعا تزامنا مع هذا البحث سوينا معرض والحمد لله يعني نال استحسان الجميع يعني نرى بعد صورة أسامة نعم لا حمسنا نحن 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 أولا ننزور المعرض والله نحن مقصرين هذه هذه القارورة هذه بداية عملية تكوين مجموعة الصباح الأثرية هذه اللي شعفها الشيخ ناصر صباح أحمد و و اشتراها في بداية السبعينار نعم فبدايتها هذه من البدايات الجميلة اللي تكونت فيها الثلاثين ألف قطعة أثرية اللي نحن نمتاز فيها نعم الآن للزيارة مثلا شو وقتنا مثل ما قلت لك متى فاتحين مسكرين طبعا نحن فاتحين جميع أيام من أسبوع ممتاز مع هذا يوم الأحد هو مغلق للصيانة الجمعة فاتحين الجمعة فاتحين نحن دائما نزيارة الموعد المواعيد العمل عندنا نعم من الساعة التسع إلى الساعة السابعة نعم نعم وطبعا فترة الظهر نحن فاتحين يعني نعم نعم ودائما نحن موجودين وفي الخدمة نحن طبعا نقدم خدمة لجميع فئات المجتمع وطبعا حتى المركز الأمريكاني لما تي راح تشوف ست معارض فنية تتكلم على قصة المستشفى هذا وشنو الأحداث التي صارت نعم وعندك رواع الشرق القديم من مجموعة الصباح الأثرية نعم وعندنا الكويت في الشرق القديم وعندنا المعرض الأطفال فهذا يعني جدا جميل وطبعا الأول في الخليج والوطن العربي نعم أن يكون الطفل هو اللي عمل هذا المعرض نعم هذا هذا حلو نعم وعندنا طبعا العمارة الكويتية الحديثة من 1949 إلى 1989 نعم وطبعا دار الآثار دائما عندها العديد والعديد والذي عجبني أكثر بعد عندكم أيضا للمركز اللي يرموك الثقافي نعم وفيه فعاليات كثيرة ثنية وغنائية وثقافية كلمني عنه المكان طبعا هذا المركز تم افتتاحه في 2015 طبعا تحت رعاية أبوية من صاحب السمو أمير البلاد وأناب عنه الشيخ سلمان الحمود الصباح وافتتح هذا المركز وكانت منارة ثقافية تشع فيها في منطقة نموديجية نعم وهذا ما قصدناه وهذا بيت القصيد حلو ماهو فيه؟ طبعا يحتوي العديد طبعا المواسم الثقافية عندنا حنا الحين صار لنا 22 سنة ننظم هذه المواسم الثقافية طبعا كل سنة عن سنة يزيد تزيد الأنشطة طبعا نحن في هذه السنة وأنا دائما أقدر أشوفها بالبروشورات أو الجديدة الصحيفة التي تسوينا نعم نعم هذه بريد الدار وطبعا هذه تتكلم عن أخبار الدار سواء كانت معارض خارجية سواء فعاليات نحن سوينا أهم الناس اللي زاروا دار الأذار وطبعا تحتوي للعديد والعديد هذه من الزارات نعم ممتاز وشنو أساس نختم ياك شنو آخر الفعالية القادمة وإذا عندكم شي مميز لرمضان طبعا نحن اليوم كان نهاية الموسم الثقافي وإن شاء الله علينا وعليكم خير إن شاء الله في 25 سبتمبر القادم سوف نبتدي أنشطة الموسم الثلاثة وعشرين ودائما ننتظر الجديد ودائما دار الأثار الإسلامية تحرص ودائما تشجع صرح جميل يعني تحاول أنها تكون تاخذ جميع الآراء وتحاول أن نطبقها في الموسم الثقافي سوف نتابعكم إن شاء الله في دار الأثار الإسلامية وفعالياتكم وتشرفنا في حضورك مرة ثانية وتقول لنا القادم من الفعاليات حياكم الله الله يسلمك إن شاء الله شاكرين لأستاذ أسامة البلهان مدير إدارة البرامج الإعلامية و العلاقات العامة سوف ندعكم إن شاء الله خلال شهر رمضان كل عام أنتم بخير و آمين يا رب يكون شهر بركة على الجميع بإذن الله مع السلامة